أولاً إسرائيل لم تتخلى عن فكرة احتلال مدينة رفح بالنسبة لإسرائيل هذا هدف استراتيجي بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو يريد القول بأنه حقق نصره الحاسم الذي تحدث عنه كل الوقت وبات شعاراً لانتخابات نتنياهو ولجولاته الداخلية ربما ضد منافسيه في السياسة الداخلية الإسرائيلية وأيضاً الجيش الإسرائيلي يريد هو الآخر أن يبيض صفحته بعد هزيمة السابع من أكتوبر ويريد الذهاب إلى هذه العملية العسكرية لكن هذا لا يعني طبعاً بأن الجيش الإسرائيلي سيذهب إلى هناك فوراً لهذا جاء هذا الاتفاق للتبادل الذي ضغط الجميع باتجاهه لأنه يؤجل عملية رفح على الأقل إلى وقت مريح أكثر بالنسبة لإسرائيل أو حتى الولايات المتحدة وأيضاً الولايات المتحدة لا تعارض عملية رفح من حيث المبدأ صحيح بأنها كانت تتمنى أن لا تحدث مثل هذه العملية العسكرية وهي تبضل كل جهدها من أجل على الأقل تأجيلها لغاية الآن وإمكانية إلغائها في المستقبل لكن أن الولايات المتحدة تشترط لمثل هذه العملية إخلاء السكان من منطقة رفح أو تقريباً مليون ونصف مواطن فلسطيني نتنياهو يتحدث عن أنه اليوم عرضت عليه الخطة من أجل إخلاء المدينة والعملية العسكرية يتحدث عن إخلاء المواطنين إلى شمالي المدينة المفاوضات التي تجري الآن لن تلغي هذه العملية العسكرية على الأقل من وجهة نظر نتنياهو إنما تؤجلها بالنسبة لنتنياهو الآن تقريباً شبه مستحيل القيام بهذه العملية العسكرية قبل شهر رمضان المبارك وهو يعرف بمدى حساسية هذا الشهر وأن عملية عسكرية في رفح يحذر منها الجميع ويقول بأنها ستصبح مجزرة من غير المجدي له القيام بها في شهر رمضان لأن هذا يعني اشتعال الأمور في الداخل الفلسطيني في القدس في الضفة الغربية وأيضاً في المحيط العربي بالتالي نتنياهو يريد العودة لهذه العملية العسكرية بعد شهر رمضان أو بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي من المفترض أن يتم التوصل إليها ثانياً بالنسبة لنتنياهو التهديد الآن بعملية رفح أو استمرار التهديد بعملية رفح هو في جانب آخر هو مخاطبة للداخل الإسرائيلي هو مشابه لحديث نتنياهو عندما تمت الصفقة السابقة عندما كان يقول نتنياهو كل الوقت بأن الهدنة المؤقتة لن تؤدي إلى وقف القتال ولن تؤدي إلى وقف الحرب في قطاع غزة والآن هو بحاجة إلى تأكيد ذلك للداخل الإسرائيلي بالقول بأن عملية رفح جاهزة وبأن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدماً بعد الهدنة مهما طالت سيذهب إلى مدينة رفح وبالتالي نتنياهو يخاطب الخارج ويخاطب الداخل والحديث أيضاً عن العملية هو استمرار للضغط الإسرائيلي على حركة حماس عن طريق الضغط على الجميع على كل الوسطاء على كل من لا يرغب برؤية هذه العملية لا